بسم الله الرحمن الرحيم هذا الدرس الرابع من كورس الأنظمة الديناميكية أو System Dynamics سنقوم بإمكانيه نحل النهاردة تدريبات على الأنظمة الانتقالية لكن من شيت واحد سنقوم بإمكاني شيت واحد كاملا هو خمس مسائل موضوعه سهل جدا الدرس القادم الذي شرحتك أو الدرس القادم الذي شرحتك الأنظمة الانتقالية وبعده حلنا أسئلة عليها من المحضرة أسئلة المحضرة كلها حلناها بعد ذلك سنقوم بإمكاني أسئلة الشيت طيب، السؤال بيقول لك إيه؟ بيقول لك إرسم الـ FreeBard Diagram بتاع الـ System اللي قدامك ده يعني هات كل كتلة وقول لي إيه القوة اللي بتأثر عليها مش مجرد ترسم لي Spring أو ترسم لي اللي هو الـ Dashpot لا، شيلهم لي وحط القوة التوتل اللي بتأثر على الـ System ده في الآخر صغهم في معادلة واحدة بنسميها الـ Modeling Equation وهي دي اللي بتعبر عن System واللي هنكمل شغل عليها في الدروس الجاي ده المفود نحن هرسناها في الدرسين اللي فاتوا فلو أنت داخل عشان تحل مسألة كده من النص فأنصحك لأ أنا ليه طريقة بحل بيها فترة دي كويسة وبتساعدك تفهم فأتمنى تكون سمعت درس الشرح طيب، هنمسك كل كل كتلة، هتطلع علينا معادلة فعدد المعادلات هي نفس عدد الكتل عندنا كتلتين يبقى عندنا معادلتين نمسك أول واحدة فيهم، انسل تحت معي هدو اعمل الكتلة دي ده الـ FreeBard Diagram بنمثل فيه القوة مش بنمثل الرسومات اللي هي العنصر الحقيقي اللي هو الـ Spring أو ده لا، بنرسمه بشكل قوة فأنا عندنا بقول لي، اتحركت إزاحة صافية في اتجاه اليمين بمقدار X1 لا توتل الإزاحة، ده الإزاحة الصافية مش اللي هو الـ اسمه هي دي اللي بنسميها ان الـ Spring ده اتمط بمقدار X1 والـ Dashboard ده اتشد بمقدار X1 Total حلو عن الطول اللي كان هو عليه عن الطول اللي سبرينج كان عليه، فهمت الفكرة ايه؟ ونفس الكلام، فخلنا نشتغل والدايرتين التحت دول معنا نسيسس انه ان الكتلة دي مفاشي احتكاك مع الارض يقولون ان الحتكاك هنا negligible او مهمة وعندك كتلة خارجية، دعنا نبدأ بالكتلة خارجية الـ External Force اسمها F of A F of T سيحكم ان الـ T ليس وقت نستثل ونكتبها ايه طيب، ويقول لك ان انا شدت الجسم كله في اتجاه اليمين بحتة مقدار X1، هل ده سيسكت؟ يقول لك لا، انا عايز شدك نحيتي وده سيشده، هيعمل لي مقاومة قوة مقاومة عكس اتجاه الحركة انا شدت الـ Spring بيها، اللي انا مطيته بيها انا حاولت امطه بمقدار X1 هو سيسكت، لا، هيقاومني في الاتجاه المعاكس بقوة تتناسب مع الـ X1 دي يبقى K1 في X1، دي قوة اللي يشدين بيها طيب، والداشبوت، قلنا بنعمله زي الـ Spring بالضبط صرحت لك تفاصيله، قلت لك متركب ازاي من جوه كل ده في الاخر بنشتغل معه زيه زي الـ Spring ولا اي فرق، مطرح ما تشده هيقاومني في الاتجاه المعاكس فانا شدتوه بمقدار X1 يمين، هو هيقاومني في الاتجاه المعاكس لـ X1 بقوة مقدارها كام؟ يشديني كده وقوة مقدارها الـ B1 في السرعة اللي بتحرك به السرعة الـ Relative اللي بتحرك به هنا هم مربوط في حيطه، فالسرعة الـ Relative التباية هي نفس السرعة اللي كنت نفسها بتحرك به اللي هي كام؟ اللي هي X1 دوت يعني السرعة اللي بتحرك بيها في 1 لو أنت لم تشامل كان ذلك فأنصحك أرجع للفيديو لا أتكملش فاهم الفكرة طيب لما أنا هزوق يمين ليس أنا كده هضغط هذا سبرينج مقدار اللي انضغط كامل تقول لي X و أنا أقول لك لا لأن أنا ضغطت من هنا حتة اللي هناك ده راح راحوا حتة فكوا حتة فأنا كده total الانضغط هو ده اللي يهمني أنا عايز total الانضغط كامل أنا ضغطه بمقدار خمسة بس هناك فكوا بثلاثة أنا total الانضغط اثنين عملت ايه طرحت ده نقص ده اللي معايا نقص اللي هناك مش مش تعملها عشان هي كده لا بتعملها عشان تفاهم وده اللي أكدت عليه في الشرح فأنا لما اضغطه هيرد علي في قوة في اتجاه عكس الانضغط وانا بزوقه يمين هو يقول له لا ده أنا هزوقك شميل ده أنا هزوقك شميل ده أنا هزوقك هقومك ازاق هنا معنى المقاومة بيقابلني بقوة عكس الاتجاه اللي أنا بأثر عليه فيه مقدارها كام؟ مقدارها الكيب بتاعته اللي هي كي تو بس في توتل الانضغاط يعني هناك قوة بالنسبة لي قوة ايه؟ الناشئة عن أنا ضغط فهيرد علي أنا عايز احط في القانون دلتا الاكس اللي هي بتعبر عن الانضغاط التوتل اللي اتعمل على السبرينج ده اللي هم مقداره كام اكس وان اللي أنا حاولت اضغطه بيها نقص اكس وان اللي راح رحيته شوية فهمت الفكرة؟ أنا عمل ازوقه من هنا هو والتاني بيفكه من هناك فهمت الفكرة؟ فهنقول اكس وان ناقص اكس وان أنا مش عايز احفظك حاجة، مش عايز اقول لك اللي معاك مناصل اللي مش معاك والكلام الفارغ ده اقولها لك لما تكون انت فهمت خلاص فهمت الفكرة ايه؟ سؤال هل السيسم ده في اي قوة مؤثر عليه؟ كده اتنين كده اربعة بيش حاجة على الارض يبقى كده اربعة ومعاك اربعة اسهم كده بقى انت كده مظبوط ابدأ صيغ المعادلة بنقولها ازاي؟ كده اتجاه الحركة؟ اتجاه الحركة يمين؟ اهو؟ اتجاه الحركة اهو؟ منقول المعادلة الشهيرة بتاعتنا اللي معاك مقاصلة ضدك بيسوي الكتلة في العجلة وفهمنا منطقها ازاي؟ وفهمنا ازايها هي حاجة منطقية جداً وقلنا ان انت ساعتها مش تدمن الشرحة تاني بس كل مرة اهو؟ قلتلك لو انت عندك كتلة على الارض اي الكتلة دي اي قوة القوة التوتل اللي بتأثر عليها هي اللي بتكسبها العجلة تعتمد القول النيوتن الثاني لو القوة ديت ماشية بمقدار قوة التوتل مؤثر عليها مقدارة 5 �قالية جهة اليمين فaden العجلة بتاعتها في كتلتها و قبل الة اي متاعتها كتلتها في العجلة اللي تحرك بها هي تعالى 0.5 continuous يبقى نقول أن الكتلة اللي بتحرك في العجلة اللي تحرك بها بتساوي ايه؟ التوتل المحصلة لين إن محصلة لتي تحركها فجداً ده ما بين بديlookات حرفياً القوة المؤثرة اللي بتحرك الجسم تساوي كتلته في عجلة حجرة حركته. يعني تساوي حركته. تساوي المعادلة تحت الحركة التي هي M في A. فنقول الخمسة نيوتن عبر عن محصلة. طيب افرد هيكت كده. افرد كان هنا فيه ثلاثة نيوتن. وضدك فيه مثلا تمانية مش عارف نيوتن. وفيه هنا اثنين معيها. اي مثال. هاتم جاي بالتوتل المحصلة. وتساويها بالم. لان الجسم اي جسم في الدنيا يتحرك. فهو يتحرك تحت تأثير قوة محصلة. اللي هي resultant force. هاتها. وساويها بالم. فهتقول ايه. فين اتجاه الحركة. هقولك مثلا هو ماشي في الاتجاه ده. انا بعرفك. هو ماشي. التوتل في الاخر ماشي في الاتجاه الشمال. يبدأ متأكد ان الصافي من دول. اللي هيكون في اتجاه الشمال. اكتر من افتجاه اليمين. عشان كده الشمال كسب. فما شاف الشمال. فنقول اللي مع الشمال. اللي هو التمانية. اللي هو اكيد كبير. مجمل اللي مع الشمال. كان ممكن فيه واحدة تانية كده. اللي هي بالنسبة لي انها تبقى ثلاثة. الثلاثة دي هي مين؟ هي كتلة في العجل. فهمت الفكرة ايه؟ خلاص هي كتلة في عجلة حركته. كلام بدهيات حرفين. ألف بميكانيكا يا جماعة. طيب. نفس الكلام عمله هنا. في الاتجاه الحركة اللي هو الخاصة من الأحمر. مين اللي معاه؟ الف ايه. ناقص مين اللي ضده؟ الاتجاه الحركة المتأكد ان اللي في الاتجاه ده هو اللي يكسب. فعشان كده حطته هو الأول. ناقص اللي ضده. اللي بيعوق حركته. الK2 في الX1. ناقص X2. طيب. والبقيم كلهم برده. الK1 في الX1. ممكن نزحزحها كده حتة. ناقص الB1 في الX1. في أي حجم دائقك؟ لا. كل ده بيساوي ايه بقى؟ كتلته في عجلة حركته. مين كتلته؟ M1. العجلة اللي بتحرك به عبارة عن ايه؟ المشتقة التانية للإزاحة. معاك الإزاحة تتحركها. تغطى للإزاحة. لو اشتقتها بالنسبة للزمن يدي لك السرعة. لو اشتقتها تاني بالنسبة للزمن. يعني جدت المشتقة التانية لها. يديك العجلة. هقالف فيها يا جماعة. شرحنا كلام ده في أول درس. X1 double dot. دي كده اسمها ايه؟ اسمها الModeling Equation. الأولانية اللي بتوصف السيستم ده. هنلعب فيها الدرس الجايب. هتبقى بص. الدروس دي ممتعة يا جماعة. ممتعة جداً لليه بتفهمك؟ الكور بتاع العلم. العلم ده ماشي ازاي؟ احنا ازاي وصفنا السيستم زي باستدام معادلات رياضية. ادي اول معادلة. توصف السيستم ده. هنجيب معادلة توصف السيستم. توصف الكتلة التانية. ويبقى كده معنا معادلتين. بتوصف السيستم ده كله. شغال ازاي. نقدر نلعب فيهم بقى بشكل رياضي. وندخلهم على كمبيوتر. نقول له بقى لو حركنا بسرعة كذا. هيحصل ايه؟ طب لو خلينا ال F. بكذا سيدينا كام. طب لو عايزين Total Momentum. هيبقى شكل الكورف بتاعه ايه؟ نلعب براحتنا قوي. بس ايه اللي الكومبيوتر هيفهمه المعدد دي. طيب تعرف تجيب المعدلة بتاعت الكتلة التانية. تعال اوديك. او ممكن نتأكد الاول من الاجابة. عشان نتأكد حتة في حتة. هو هنا بيحل الطريقة مختلفة خالص. بنائنا على حاجة اسمها الانيرشا. الانيرشا فورس. شرحت لك برده. قلت لك انا مفضلش الحل بي. مش انا احسن من الراجل اللي عمل القانون. لا بس وجهة نظرين. بص هو اجاب ال F في طرف والباقي كله ده هناك. فيبقى كله موجب. ايه هو بقى M1 في XW. يبقى دي صح. بعد كده. B1 في X1. رحت هناك هتبقى صح. K1 في X1 هتروح هناك بالموجب. بتبقى صح. K2 في X1.x2 صح. يبقى احنا كده اللي جابتنا صح. نتأكد بس كل مرة عشان ايه ما نعكش الدنيا. نيجى على الكتلة التانية. نحن ممكن ايه. نشيل الهيصة دي كلها. عشان مثل ايه. بدلا منزلك تحت. يلا. الكتلة التانية عايزين نجيب معادلتها بنفس الطريقة بالضبط. هنعمل ال Free Body Diagram بتاعها. ال M2 هي. مين بيأثر على ال M2؟ قالك اولا انا بتتحرك في اتجاه اليمين. في اتجاه ده. عشان بس تبقى انت على بصيرة. وتحركت Total ازاحة. اي عنصر هيقى مربوط بها. الكتلة عموما اتحركت X2. تغير موضعها كتوقفة في مكان. بعدين توقفة في مكان. الفرقة بين المكانين X2. ده معنى كلمة X2 لما تكون مربوطة بشورة كده. يعني ده توتل الازاحة. جميل؟ طيب. لو هي اتحركت كده. وهي مربوطة في Spring. اللي سبرينج اتحركت ده. اكيد نفس المسائفة X2. لو مربوطة في Dash Boot من ناحية دي. برضو X2. وهنا X2. اي عنصر مربوط بالكتلة. سيتحرك معها. فلاشت اموخك مفاوت تقول لي. هي اتحرك X2 ده. هيتفك بمقدار X1. ليس بمزاجة. لا. هي اتحرك بنفس اي عنصر مربوط بها. ويتأثر بنفس الازاحة بتاعتها. جميل. فأنا هنا بقول لك. انا مربوط في ايه؟ فيه Just واحدة. وفيه على الارض ايه؟ طبقة من الزيت. لكي نبقى عارفين ايه؟ لاني لو احتكاك خشن. وهو Dry Friction و Drag Friction. الاتنين دول يوم القوانين تانية خلص. جميل. اسمه ايه؟ فلو انت تحرك جهة اليمين. هو اللي احتكاك يقامك جهة الشمال. مقداره كام. اللي هو معامل احتكاك بتاعه. Friction Co-Efficient. مضروب في السرعة اللي هيتحرك بها. انت تحرك ب... كيف ستسمى X2؟ سرعتك كتب X2. X2 دوت. اللي هي السرعة. جميل؟ لماذا لم تضع X2 نقص X تانية؟ لان انا هي سرعة واحدة فقط. هذا الجسم اللي يتحرك لم يمعوش شخص يتحرك. هو فقط اللي يتحرك مع الارض. فالارض بالنسبة لي هي ايه؟ شوف اللي احتكاك بيتم بين أنه و سطحين. وهل سطح فيهم فقط اللي يتحرك ولا سطحين يتحركه؟ الامة وهي اللي يتحرك والاحتكاك بيتم مع الارض. الارض سابتة. طب افريق كان هنا فيه كتلة تانية. لو هنا كان فيه كتلة تانية يتحرك كده هو. وانا ماشي كده هو. كنت هقول بقى اخد السرعة النسبية بينهم. الـ X اللي فوقت حركتها نقص الـ X اللي تحت حركتها. الـ 2 دوتة طبعا. يعني السرعات. فيهمت الفكرة ايه؟ لقد رأيتنا في مسائل قبل كده. ده كده الازاحة. الاحتكاك. طيب والسبرينج. انا احاول امط الاسبرينج. هو يبقى نفسي فك الاسبرينج. وانا بفكه. الثاني كان بيلضمه. كان بيكربس ورايه. بايه؟ بيزقه ورايه. فانا افكته مثلا بمقدار خمس سنتي. بس اللي وراه. زقه وضغطه بمقدار ثلاثة. يبقى توتل الفك كام. خمسة نقص ثلاثة. فيهمت الفكرة ايه؟ يبقى نعمل ايه؟ بنقول الرقق توتل الفك اللي انا عملته. هيقى مقداره. الـ X اللي معي اللي انا فكتها. بس فيه وراه حد بلملم وراه. يبقى X تونس X1. هذا توتل الفك. طيب لما انا حاول افكه هو يعمل ايه؟ هيحاول يقومني الناحى التالي. هيقول لو والله ما انت فككني. انا بشده كده هو يشد عكسي. فيهمت الفكرة ايه؟ بمقدار كامل الشد ده. X2 فيه. اللي انا بحاول افكه. X2 ناقص. اللي هو حاول اللي يلضمه وراه. X1. دي حاجة عفض. اقسم بالله لعب عيال. انا ممكن اشرح الكلام ده لواحد في الثاني عددي. بلا مبلغة والله يعني. وبالآخر تلاني اسم الدائم الكلية. لا اهدع عن نفسك وزاكر صح. ان شاء الله ربنا يوفقنا انا وانت. نعرف ان الترمي ضغط يعني. انا اكثر ترمي ضغط فيه. طيب. اتجاه الحركة فين؟ اتجاه اليمين. اللي مع الحركة مفيش حد. لو انستك تكتب هذا الصفر انت تذهب في هذا. اللي مع الحركة ناقص. اللي عكس الحركة. اطرح بقى كل دول. ناقص بي تو. في اكس تو دوت. الاشارات كنت هتفرق لو انت محطتش الصفر. تقول لي ده صفر مش هكتبه. لا لازم انتقوله عشان هذا السالب يفرق معاك. اللي مع الحركة ناقص العكس الحركة. قدير العكس الحركة كلهم هم. جميل. يسبب كتلة في العجلة. كتلته. فعجلته. العجلة اللي هي ازحته دابل دوت. ازحته اللي هي اكس تو. لما نشتقها مرتين. تديني العجلة اللي هو بتحرك به. ليه لان دين محصلة. دي محصلة القوة. عشان كاي بنسويها. بالحاجة اللي بتحرك الجسم. بس كده مبروك. شفت البديئة. ده كده المعادلة بتاعت. اسمه ايه. الكتلة التانية. المعادلتين المعبعد. هنلعى فيهم شوية رياضة المرة الجاية. وندخلهم لكمبيوتر. يعمل لنا simulation. ويعمل لك محكاوة. ويريكي السيستم ده بتحرك ازاي. حاجة زي الفل. ودون المعادلات اللي بنساميها. modeling equation. عملت model للسيستم بتاعها. فش على المسألة اللي وراها. ولا اي فرق. عايز اقولك كل كل ما من لعب عيال. عايز اقولك اصلا مش بحضر حلقة. انا بحل معك وقت. يعني مسألة دين او مرحلات دلقت. عادي جدا. ولو حلت اي مسألة تانية هتلاقي نفس الفكرة. خلاص هي المنطق واحد. فكرة. دعنا ننزل بيقولك هاتلي. اسمها ايه. او اي جديد. مين بيأثر على الام وان؟ قالك اولا ان اتجال حركه. اكس تو. نظم نفسك وانت بتحل. اتجال حركه. توتل الازاحة كامل اكس وان. ده التوتل اللي اتحركناه. يعني شدنا الاسبرينج ده. بمقدار اكس وان. الكتل دي شدته بمقدار اكس وان. وده حاول تضغط الهنك باكس وان. بس الاسف في واحد كان يضغطها برده. فما لننزل زعب القانون لايكي تضغطي. ايه؟ الاتجاه ده. هو يسكت يقول لي. لا والله انا احاول اسحابك نحيتي. صح كده؟ بحاول افكه. هو يقول لي. لا انا لا اريد اتفك. هو يقاوم بحركتك وخلاص. فادي هو الاسبرينج. بمقدار كام القوى اللي اثر علي بها. اكس وان. في الحبة اللي انا حاولت افكه بها. اللي هو اكس وان. توتل الازاحة. جميل. ومربوط مربوط طبعا في الحيطة. فمشايفري معي في حاجة. انا مشاكت بحاجة غير اكس وان. انا هنا حاولت افكه ب اكس وان. ما حدش ورايه بلملم مثلا. ولا حد بيفك. لا. ما فيش حد اصلا. تحيطة. فهي توتل الازاحة اكس وان فقط. وهنا حاولت اضغط ال اكس وان. هي تسكت تقول لي. لا وضايدا انا هرد عليك. حاول قاوم الانضغاط. فهتقاومني في الاتجاه ده. هتقاومني انا كام وان. هتقاومني بقوة تتناسب مع اللي انا حاولت اضغطها به. هي كيه تو. خلاص ماشي. في الازاحة كان بقى. انا حاولت اضغطها ب اكس وان. واستكراكز في الكلام. حاولت اضغطها ب اكس وان. فهي هترد علي بحاجة تقاوم مقدار الانضغاط. بس وانا بضغطها اكس وان. كان في واحد تاني برضو بضغطها اكس وان. فاللي في النص هنا ايه. طالع عينه. ما اضغط من الناحيتين. يعني القوة اللي فيها تبقى كبيرة. ليه لو ما قلت لك اكين ده ضغطه ثلاثة سنتي. وده ضغطه اثنين سنتي. توتل اللي السبرينج اتأثر به كان ضغط توتل. كام بخمسة. ما تقولش هترح هجمع المرادة هجمع ليه. لان الراجل الجوه ده زي ما قلت لك. السبرينج كل ما اديه اكتر. كل ما يخزن جوه جوه طاقة اكبر. ويعايز يفرع فش. يعني عنده قوة كبيرة في المقاومة. فانت هنا ضغطوا اثنين. وده ضغطوا ثلاثة. التوتل كامية بخمسة. فالفي النص ده مخلوق من كونت الجوز. فهيزوق ده بقوة جامد اوي. وهيزوق ده بقوة جامد اوي. فهمت الفكرة ايه؟ طيب. القوة دي مقدارها كام؟ مجموع الاكسات. اجمع الاكسين على بعض. هيزوق ده بمقدار كي تو في اكس وان زي اكس تو. بس كده. ده مقاومته للام وان. طب ليه في الاتجاه ده؟ ليه في الاتجاه اليمين?, لان تحاول أن تضغطه في الاتجاه ده. وتحاول ان تزوقه في الاتجاه ده هو يسكت؟ لا يزوقها في الاتجاه المقابل. يقاومها في الاتجاه المقابل ح unfor. وهلوم مجرًا في المعلّم ده. نفس الكلام بالضبط. انا ستحاول ان تزوقه بأكس بط كده، وهو نحاول سيزوقني في الاتجاه المعاكس. معروض M conta B1 تكون هناك فرق السرعات. المنظ Wells Yout знаان. ونجمعها ونجمعها فكّر أنا أحاول أزوقه في الاتجاه هذا بسرعة معينة والآخر يزوقه في الاتجاه معاكس الذي في نصه الجميع هيبقى x1. زائد x2. ولو أريد أن تفهم حوار هذا الداشبوت بشكل كما قلنا الحلقة اللي فاتت بالضبط قلت لك ساعتها إيه قلت لك أكني تخيل كده فيه غرفة هو ده الداشبوت يشغل كده بالضبط حشان كده أصلا رسميته بالمنظر ده يعني كناية عن كده يقف فيه داخل مكانين كده ويقف فيه حاجة شبه المكبس افطرت ده بس يعني للتفصيط جميل وقادي مكان مجرى كده بسيط ومجرى بسيط والأرض مقفولة عليك هل فيه بس ممكنية أنك تطلع وتدخل فيه بقى سائل اللازج جده ده بيعمل للمقاومة اللي هو المقاومة تحت الزوجة ده وممكن لما هزوق ممكن يطلع في الغرفة اللي برا دي الغرفتين الجانبيتين دول فانا هم أعمل إليه باللوقتي بقى تخيل كده معي ان انت هنا بصد الكلام بقى انت هنا بتدوس من ناحيتين يعني بزوق المكبس ده بقوتين بزوق من الاتجاهين الاتجاهين هنا بقى الاتجاهين فوق على الرسم في الآخر اللي بيأثر على المعلم في نص ده ازاي بيأثر عليه بالذق يعني بيزوق المكبس فإنه يحصل لما المكبس زيت ذق هيواجه مقاومة من السائل المقاومة دي هي تتجميل مقدرة كام ركز كده معي لو هناك كتلة منهم تزق بسرعة 5 متر على سنة والتاني 3 متر على سنة التوتل في الزقة هي بسرعة 8 متر على سنة ستجمع السرعتين لانك في الاخر تزقه من كتلتين الاتنين يزقه احنا العمين فوقه ده مجرد تمثيل عن الرسم لكن ده ليس اللي بيتم في الحقيقة اللي بيتم في الحقيقة المكبس يشتغل بطريقة دي انت الكتلتين يزقه فيه فهمت الفكرة ايه؟ فالاتنين هيواجه مقاومة والاتنين المقاومات المضاعفة نفس الكلام تخيل لو الاتنين يزقه في الاتجاهين دول واحد يزقه كده والتاني يزقه كده في الداشبوت والداشبوت في النص اللي هو بل رسميته التوقع زي ما قلنا بتقبل شكل ده هيبقى نفس الكلام الاتنين يزقه البرة فإنه يحصل لما يزقه البرة؟ المفوض انت لما هتكون زقيته الجوه أصلا هيكون في سائل في يعني هتنعمله بمكانيزم معينة ويكون في سائل في الغرفتين دول هتيجي تزقه البرة هتواجه مقامة من السائل ده ولما تزقه بالنحيتين لبرة هتواجه مقامة مضاعفة هتجمع السرعتين طيب إمتى أطرح السرعتين؟ لما تلاقي واحد يزقه البرة والتاني يزقه الجوه اللي هو ازاي بقى الاتجاه بطه واحد يزقه في الاتجاه بسرعة معينة والتاني بايه؟ بزقه كده هذا معناه ان واحد يحاول يسحب المكبس لبرة والتاني يحاول يزقه الجوه أو العكس على حسب الميكانيزم اللي انت عامل بها هذا السيستم ده لماذا قلت لك بطه حوار كبير قوي؟ وشرحت لك ما قلت انه اصلا فيه منه بيقعبار عن مكبس اصلا عشان كده بنقول بقى ان في المسائل انسك كله انسك كله لا تفتكره في الامتحان اكيد في المسائل عامله زي سبرينج بالزبط يعني اكيناك شايف هذا سبرينج معينه ليس سبرينج اكيناك شايفه سبرينج لماذا؟ انت خلص شايفت الميكانيزم اللي هو شغال بها في الحقيقة فك الجوه منها واشتغل اكيناه سبرينج بالزبط اصلا في الحقيقة فيه منه سبرينج جاد مهم يعني فكده ادي القوة الاوانية القوة الثانية عملناها من الاثنين الاثنين فيهم جمع اني اديك شايف الاثنين بيزقوا بيكبسوا على السبرينج وعلى ايه؟ وفي هنا واحد بيقاومني عشان بحاول اسحابه وشمال هو هيزوق ان يمين هيقاوم الحركة في التجاه اليمين وما لا يوجد افتكاك على الارضية هي دي تلك القوة نقول لي بقى اللي معها التجاه الحركة اللي هو مين؟ لا يوجد حد صفر ايه؟ هتنسى تكتبوا ناقص اللي عكس التجاه الحركة كلهم كي وان اكس وان ناقص كي تو في اكس وان زاد اكس تو ناقص بي وان في اكس وان دوت زاد اكس تو دوت بيساوي كتلة في العجلة لماذا؟ لان هذه المحصلة يا ابني يا ابني صباح الفل هذه المحصلة فالمحصلة هي اللي بتحرك الجسم ايه بتساوي كتلته في عجلة اتحركت تقول لي يا كام شوف هو اتحرك كامل ايه مواد اتحرك كامل؟ قال لك اتحرك اكس وان هي دوتوت الازاحة بتاعته اكس وان دابل دوت هي دي العجلة يبقى اي كتلة محصلة اي قوة محصلة بتساوي العجلة اللي بتحرك بها الجسم في كتلته قانون نيوتن الثاني ليس اي اكشن فيه المعادلة دي ان شاء الله صح ارجعك تبص على الإجابات هتلاقيها ان شاء الله مظبوطة او اي حاجة تشك فيها اقول لي على طول ان شاء الله يعني ايه؟ مش رجحة ناخد ده تحت كده تعالي نعمل الكتلة التانية ونجب معادلتها ويبقى كده جبنا معادلتين بتوع السيستم ويبقى زي البول خد المتو قادل المتو اتجاه الحركة فين؟ قال لك بتحرك في اليمين اتحركت ازاحة في اتجاه اليمين طيب فين القوة بتأثر علي عندي قوة على اتجاه الـ الـ قوة خارجية اكسترنال ده غالبا حركة السيستم اصلاً يعني السيستم كان قاعدة في امان الله ده اللي شدت وعملت القلق ده كل جميل وعندي هنا احتكاك على الارض هنا مش زي ده بقى بص هنا المنظر الدوائر دي معنها في احتكاك حاجة زي الرومان بيلي كده مفيش احتكاك على الارض حلو؟ وبتحصل لما يكون المسافة بين الاثنين قصة كده مش عليك بقراءة في المرجع لكن دي معنى فيه احتكاك واحتكاك مع اويل فيلم المعامل احتكاك بي 2 بنعمل ايه بقى لو انا اتحرك في الاتجاه ده احتكاك يقول لي لا الله ده انا عايز اقاق ايه اقاوم الحركة في الاتجاه ده المقدار مقاومته للحركة ايه بي 2 شوف السطحين اللي بينهم الحركة ده الاويل فيلم هو مين بيتحرك عليه كتلة وارضية ثابتة اصلاً فيه واحد بيجي ده الاحتكاك بقى يقول لي الاحتكاك مع ارض يبقى يأخذ x2 مع x1 يبقى لا تعكش اهدى بس على نفسها شوف مين الجسمين اللي بينهم الاحتكاك الكتلة والارض حد فيهم بيتحرك اه ده والتاني لا يبقى خلاص السرعة النسبية هي نفس السرعة التي تتحرك به عشان انت فاهم انت بتحلك اي تلزيق وخلاص فالم2 هتتضر في ايه في السرعة التي تتحرك بها ليه x2 ليه x2 دوت دي مقدار المقاومة طيب دي كده القوة دي والقوة دي فاضل ايه بحاول اضغطه هنا بقى السرعة مربوط بحد بحد بيتحرك وحد ساكن ولا حدين بيتحركوا حدين بيتحركوا يبقى هذا اللي نعمل فيه بقى حتة الريالتف اللي نعملها دي لما هتحاول تزوء السرعة كده هو هيرد عليك ازاي فتجان معاك سيقولك لا انا اقاوم الزق بتاعك فهيقاومه كده هؤ بمقدار كام كتو في توتل مقاومته للانضغاط بيقاوم الانضغاط بمقدار كام انت بتحاول تضغطه بمقدار x2 الثاني بتضغطه برضه بx1 فانت في النص المعلن ده هيفرع مليان ضغط فقوته هتأثر على الاثنين بقوة عالية قوته في النص يقام بتركز فيه قوة كبيرة لان كل ما تضغطه اكتر كل ما يبقى ما يبقى معابي قوة عايز يأثر به عليك طاقة وضع فهيأثر به على m1 وعلى m2 الاثنين فهو كده هيأثر عليك بكتو في مجموع الانضغاط اللي حصل عليه x1 زat x2 صباح الفهم هو ده طيب المعلم اللي ده قلنا خلاص انسى بقى الفهم بتاعه اللي قلنا من شوية كل ما تشوفه اكينو سبرينج هيتعامل معاك اكينو سبرينج بالظهر فكده هيبقى هنا بي وان برده انا بحاول اضغطه ويرد عليه فتجال معاكس المقدار بي وان بس في السرعات بقى وهنجمعها برده اتزانات في امتحانه وعايز تفهم يعني وحبكت تفهم قدين ان شرحت لك من شوية تفهمها ازاي الاثنين دول بيحاولوا يزئول الداخل فكده السرعات تتجمع بس خلاص شكرا لانهو علبة كده فيها فليوت زي ما قلنا فيه قوة تانية بتأثر على المعلم ده لأ ادي واحد اثنين تلاتة اربعة تراجع كل شوية عشان لو الناس يقوة هتروح في ايه فابو زعمل كده تقول اللي مع الحركة مفيش حد اتقول لي يا ري الخامة دي ما تقعد تشتغل بطريقة الكتاب وقول اللي في اتجاه الشمال بيساوي اليمين وكامل انا محبش ان كان ده خالص خالص ومش مقتنع صراحة به يعني هو كويس لهدف ان انت مش هتستفيد بيه انت كطالب هو مفيد في حاجة تانية عنا نعملها قدامك بس هو مفيد ليك الانيرشال فورس اصلا بالنسبة لك مش تقف شيء مؤثر يعني احنا بالنسبة لك التي منتشغل على قوة محصلة بتساوي m في ايه هات المحصلة اللي مع الحركة صفر فيش حد مع حركة ناقص اللي ضد الحركة كلهم اهو وده كمان حلو كل دول بيساوي في الاخر ايه بساوي محصلة القوة اللي هي بتحرك الجسم اللي هي بتساوي كتلته في عجلة m2 في عجلته اللي هي x2 اللي بتحرك بيها double dot هي دي عجلته اللي ازاحة اللي تحركها double dot في حاجة صعبة لا هتلاقيه بقى عاكتلك اللي جابة ازاي هي دي تأمل فيها كده وشوفها هو بيحب يكتبون في طرف واحد عشان كده بيعمل حاجة اسمها اللي هي الانيرشال فورس اللي بيكتب بشكل منقضي انا بحيب شكواندة خمسة عايز تعملها في انتحان اعملها بس انا 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 اقولكش اعملها براحطة ممكن يكون عليها درجات ممكن فانت استغل بيها ما فيش فرق لو نقصك الحاجة زكايب هو غلطان هي نفس الفكرة هو بيقولك انا هجيب كل المحصلة دي وهوفطرد انها عايز اوديها ناحية تانية عكس الاشارة فبالتالي بدل من المحصلة بيقولك في اتجاه الحركة انا اعتبر انها عكس اتجاه الحركة واسمها قوة ايه قصور ذاتي القصور الذاتي هي ايه قيمة المحصلة بس في عكس اتجاهها القوة اللي بتمنعك انك تقع اللي بتمنعك اللي بتخليك تتحرك اللي بتمنعك انك ما تتحرك عكس اللي بيحصل يعني كل ده هدف منه ان يجيب سيجمال فورسس يسويها بالصفر وهو ده عمك امدال اللي حاولي اعمله حلو فمهم يعني انش عايز تعمل عنك فعملته ده فعلا انا برجحه متعملها ايش خش على المسائل اللي وراها كلهم مسائل زي الفل بس ده مسائل تنفع تأتي في امتحان وهي فعلا هتجي لك واحدة شابه دي بالظبط بس هيكمل عليها بقى بالدرسين الجايين هيقولك هاتلي هاتلي الانبوت او ابوت اكويشنس ويديك معادلات وهكذا طيب تعال هنا هاتلي ورده نفس الكلام الام 1 هاتلي نشتغل عليهم مع بعض ولا هنطلق بط ماشي نشتغل مع بعض ماشي يحصل حاجة عشان ننجز انت في امتحان برضو نظم نفسك ان شاء الله هاتلي الام 1 وهنشوف يأثر على الاتحرك ازاحة بمقدرة اكس 1 في اتجاه اليمين يبقى عندنا اتجاه الحركة اهو هنحتاج اتجاه الحركة ده زي ما قلنا من القوة اللي بتأثر عليها تعالى نشوف لما انتر تحرك في اتجاه اكس 1 هيكون بيأثر عليك عد معي الاسبرينج والازاحة الاحتكاكل على الارض والسبرينج ده وانتشبوت ده والقوة الخارجية خمس قوة يعني منتظر معادلة فيها خمس ترمات ومنتظر اضع هنا خمس قوة دلوقتي امسك معي اول قوة لما اتجاه الاسبرينج ده في اتجاه اليمين هو يقول لي لا والله ده انا عايز ارجع في اتجاه الشمال اقومك في الاتجاه ده الاسبرينج مربوط بين جسنين بيتحركه ولا جسم ساكن ومتحرك جسم متحرك وجسم ساكن اللي هو الحيط فبالنسبة لي هاخد الايه اكس 1 دي وخلاص اكس 1 اتفردت مقدار اكس 1 محدش جيه لملم وراي فهيبقى هنا قوة مقدارها اكس 1 في اكس 1 طب والاحتكاك بزوق في اتجاه اليمين هو يعرضني في اتجاه الشمال يحاول يبطأ حركته بمقدار بي وان فكر بين جسمين بيتحركه لا شوف الاحتكاك بين مين ومين شوف الاسبرينج مربوط بين مين ومين ومتشتغلش وخلاص فيه ناس مفكر له اي بي ودور على اي اكسين وربوتهم في بعض ده كده يرسطه ده غلط البي وان بين جسم بيتحرك وجسم ساكن اللي هي الأرضية فكده ايه؟ هي بي وان في السرعة اللي بتحرك اللي هو ايه؟ اللي هي اكس وان دوت سرعة الجسم المتحرك اللي هي الكوتلة سرعتها ايه؟ اللي ازاحة مشتقط الازاحة طيب ده كده كده الكوتين دول وفيه هنا اف جهزة اسمها اف او 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 اف ايه والسبرينج ده بقه هنا يأتي لك هو ده شبط الحاكنين اللي انا بعمل فيهم ريالة تبقى الفكرة انا بقى بضغط وحد بفك ده بان هنا ضغطت الاسبرينج بمقدار اكس وان ولكن الان بفكه بمقدار اكس يت turtles ا jeans ان افضر moi ام ان انا بضغطه سيقول لي ايه؟ انا قاوم الانضغاط اذا هذه مقاومته للانضغاط بيقاوم بمقدار كام ال كي بتاعته هي ك تلاتة فيه ايه مقدار الانضغاط بتاعه شوف توتل الانضغاط اللي اخر حصل اكس وان هذا انضغط ولكن surprising x2 يبقى totally الانضغاط x1 نقص X2. فكرنا فيها ازاي لو انا لضمته بمقدار خمسة. لو انا قصدي حاولت اضغطه بمقدار خمسة. الثاني فك بمقدار ثلاثة. يبقى توتل اللي انا ضغطته كام اثنين. طرحت اللي معي نقص الهناك. فيهمت الفكرة? وهنعمل الكنده عكسه لما نروح عند الامتو. ليه? لان انا بحط القوة على حسب قوة ضغط ولا قوة فك. قوة تمدد. expansion ولا compression. فيهمت الفكرة ايه? واحد يقول لي انت ليه مرة بتقول ده ناقص ده. وبعدين مرة تانية تقول ده ناقص ده. حسب انه جسم بدرسه. فكر ايش كده وخلاص. طيب ده كده سبرينج خلاص فهمنا. نفس الكلام تعمله في الداشبوت اكينه سبرينج قلنا بنعمله عشان ننجز بعد ما فهمنا. نعمله بقى في المسائل اكينه سبرينج بالزبط. فانا بزقه من الناحة دي بمقدار X1. التاني فكه بمقدار X2. فهيبقى القانون ايه? هيقول لي انا بحاول ازقه في التجاه اليمين هو يعرضني في التجاه الشماء. بمقدار B3 في فرق السرعة. بنفس الكلام بالظبط. فيش اي فرق. اللي بتكتبه في لسمنك تكتبه في الايه في الداشبوت. بس الفرق السرعة. هذه ازاحة وهذه سرعة. عايز تفهمها اروح افهمها بقى زي ما قلنا. مين بزق بسرعة كام في العلبة من فيسكس فلاوود دي. ده كده دور كده خمس قوة تقوم صيغ المعادلة ازاي? اللي مع الحركة نقص العكس الحركة بيساوي كتلة في العجل. مين مع الحركة? الف اي. مين عكس الحركة الباقي كله? اطرح. اطرح 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 اطرح. طيب. ها يا سلام يا سلام. كل ده محصلة. اللي مع الحركة نقص العكس الحركة. زي ما قلت لك لو جسم على الارض ماشي في الاتجاه ده بمقدار مثلا يعني 8 نيوتن. وفي اتجاه معاكس له فيه قوة بتأثر مقدار التلاتة. لو أنا من غير ما متعرف انت قيم القوة دي. قلت لك دي اسمها F2. ودي اسمها F1. لو انا قلت لك انني في الآخر انا بديك معلومة هو. في الآخر الجسم تحرك كده. فانت متأكد ان اكيد F1 كانت أكبر من F2. عشان كده هقول لك المحصلة ستوتل ايه؟ تقول لي F1 نقص F2. الكبير نقص الصغي. شوف تحب نعمل لما بنقول لك اللي مع الحركة إذا أصل إلى عكس الحركة، لن أحفظها أولاً. حسناً، حسناً، حسناً. هذا كله يساوي المحصلة التي تحرك الجسم التي تساوي كتلته في عجلته. كتلته M1 في عجلته وهي X1 double dot. مشتقة الثانية للإزاحة التي تحرك به. هذه هي المعادلة الأولى. تعالي على المعادلة الثانية. أولاً أنا لدي هنا كتلة اسمها M2. يأثر عليها كان قوة احتكاك Spring. القوة الخارجية لديها. Spring ثاني. يبقى أربع قوة. أنا منتظر لديها أربع أسهم. وأكتب معادلة فيها أربع ترماك. حسناً، أنا لديها بذوق في الاتجاه اليمين. يبقى هذا تجاه الحركة. حسناً، بذوق Spring. هو مربوط في حتة سبتة. يبقى الأزاحة التي تبقى قيمة X2 مباشرة. يبقى أنا بذوقه بمقدار كم؟ مقدار X2. هو يرد عليها في الاتجاه المعاكس. مقدار K2 في X2. حسناً، والأرضية أنا بذوق الاتجاه اليمين. هي تعرضني في الاتجاه الشمال. ستعرضني مقاومة في الاتجاه الشمال. مقدار B. فكر، الجسمين المقاومة ما بينهم. المقاومة ما بين X2 والأرض. يبقى جسم سبت و جسم متحرك. سأخذ السرعة المتحرك. هي X2. لكن في المسألة، لو أردت أن الاتجاه المتحرك بين جسمين. وحي يتحرك مثلاً، ويتم تحرك مثلاً، هنا تأخذ بقى سرعة النسبي. فهمت؟ لكي لا تعمل وخلاص. حسناً. وهي أخرى؟ أنا أحاول أن أمط، أشد هذا ils zodip9 بمقدار X2 ولكن هم يلملم وراها بمقدار X1. فهذا سأقول لك الخلاصة، أنا أشد الكي 3 أو هذا السpring أو هذا الفكر، يمين، هل يرد عليه كيف؟ يرد عليه في تقاري الشمال. ونفس الكلام في الوداخ. أشده يمين، وهل يرد عليه في تقاري الشمال مقاومة في الاتجاه المعاكس. مقدارها كام؟ في السبرينج، سأتقوم بمقدار كي 3. في total؟ في total الشد. شدته بمقدار X2 ولكن يلملم المقاومة بمقدار X1. يبقى X2 نقص X1 هذا total الفك الذي فكته انا بيهمني نوع القوة انا واخدها compression او expansion حلق طيب ونفس الكلام في الدشبوت بس يبقى ايه سرعات مش احتاج تفكر كثير X2 زي ما عملنا فوق بزد dot نقص X1 dot عايز تفهمها اقعد بقى افكر مع نفسك جزء الفهم عدة ده جزء تطبيق عشان نحل بسرعة اللي مع الحركة نقص العكس الحركة بسوي كتلة في العجل اللي مع الحركة nothing ولا حد نقص العكس الحركة كلهم K3 انت شاهد حاجة صعبة كانوا عبيت والله جدا طيب 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 بسم الله الرحمن الرحيم كل ده ده محصلة القوة بتساوي ايه بتساوي الكتلة بتاعت الجسم المتحرك هي المحصلة هي اللي بتحرك الجسم فبتساوي كتلته في عجل كتلته في العجل اللي بتحرك بها X2 double dot دول كده المعادلتين اتمنى تقوم ريحة ثلاثة مسك الايه الإجابات ومراجعها ومتأكد اني كلامنا صح طيب قد نرجع معها وتأكد انها صح ان شاء الله صح يعني خذينا نخش على مسألة اللي وراها وانت برضو راجع وراي عشان ايه اي حاجة تنبهني لو فيها مشكلة بس اتأكد اللي نسعب بقى مكتوب الشكل بشكل مختلف عن اللي انا عملينه بس ايهي يعني المعادلة هي نفس المعادلة بالظبط بس هو مودي حاجات ناحية تانية واجب حاجات بالموجب واخد عام مشترك كل ده في الاخر في الانتحان اكتلة بالطرق اللي تحبها فهمي الفكرة مش هيحزبك على كده مدينة كده بقى ثلاث كتل مسألة جميلة جدا مش اي جديد تعال نشوفها نحلها امسك كتلة كتلة قد ال M1 هتكتب ثلاث معادلات توصف السيستم كلما السيستم يكبر كلما معادلاته تكتر صح كدهو اتجاه الحركة كدهو X1 ده مقدار الازاحة التوتال ده مربوط في الحيطة مع الجسم يبقى الازاحة بتاعتها تبقى مقدارها X1 مباشرة وده نفس الكلام ما بين الجسم ساكن واللي بيتحرك يبقى السرعة بتاعتها تبقى اللي بيتحرك ده فقط فكده الدنيا سهلة انا بشد يمين هو يعرضني في اتجاه الشمال كدهو وفي مقدار K1 في X1 وهنا B1 في X1 دوت الدنيا سهلة خلص طب الارضية في احتكاك لا خلاص ريحنا بزق بقى في اتجاه اليمين الـ Spring ده والدهش بوت ده هم سيسكتوا هي ردوا عليها الشد الزق ده في اتجاه معاكس انا بزقهم يمين هم سيردوا عليها في اتجاه الشمال يعني كأن الـ Spring يعلم يعمل ايه لكن واحد قاعد في النص راجل هو واقف في النص ونزف واحد بزقه كده واحد بزقه كده هو هيعمل ايه فارد دراعاته راح فارد الدراعين دول عشان يوقف ده ويوقف ده عنده حد فانت عملت اضغطه من ناحيتين وهو بيقاوم الحركة بيقاوم الايه اللي انت تعمله فيه نفس الكلام هنا الـ Spring ده في النص ده بيزقه يمين فهيقوم هي ايه زقه شمال وده بيحاول يسحبه هيقوم هو حاول يجبه ناحيته بيحاول يقاوم التغيير اللي يحصل فيه من الناحيتين فهمت الفكرة ايه يعني الـ Spring ليس في اتجاه واحد لا ممكن يفرع القواب بتاعتها الاكتر من المكان زي ما انت لو حطيت علبة في النص كده وزقيتها من الناحيتين فالقوانيم تحت الحركة بتقول او القوانيم تحت المكانيكس بتقولك ايه ان الكتلة دي طالما انت زقتها من طرف ده فهي بتحاول ترد عليك والطرف ده بيزقها برضه فهي بتحاول ترد عليه في اتجاهه فهمت الفكرة ايه طيب تعال هنا انا بحاول بقى ازق الكتو بمقدار X1 بحاول اضغطها بمقدار X1 بس اللي هناك بيفكها بمقدار X2 هي هترد علي انا بقى انا بزقها هي هترد علي في اتجاهه ده بمقدار كام كتو في توتل اللي انا بحاول ازقها توتل الانضغاط انا ضغطها بمقدار X1 بس التاني فكها بمقدار X2 لو انا ضغطها بمقدار 5 هو فكها 3 يعني ببقى توتل اللي هي تأصر عليها ب توتل الانضغاط 5 مقص 3 فهمت الفكرة كل مرة بقولها لك والتي تحت مثله مش اي فرق نفس التفكير بنفس كل حاجة دائما لما تجدس برينج فوق إيه داشبط تنبيوا نفس المعادلة كX1 نقص X2 ولا العكس فهمت الفكرة دائما نفس الحاجة بس دائما نفس الحاجة دائما سرعة هنا K هنا B بس كده الفرد في حاجة تانية اربع قوة بتأثر على M1 وفيش حاجة تانية يلا اكتب معادلتهم هتقول اللي مع الحركة نقص للعكس الحركة يبقى اللي مع الحركة 0 مش حد معها نقص للعكس تجاه الحركة اكتبهم كلهم اهو K1 X1 K2 في X1 نقص X2 نقص B2 في X1 نقص X2 كل دا بيساوي محصلة القوة اللي هي بتحرك M1 يعني بيساوي M1 في الازاح اللي بتحرك بيها double dot الكتلة في العجل شكرا خد المتاع التانية اعمل نفس الكلية خد المتاع التالت اعمل نفس الكلية تعال امسكلك دي عشان دي هتبقى جميلة قوي اللي في النص ده ماشي عارفها ماشي انزل تحت الكتلة في النص دي ممكن اعملها معك واسيب لك التالتة تعملها انت او ممكن اعملها لك ماشي 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 قادي M2 تتحرك اتجاه 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 هو اللي قال X2 تتحرك من طيب شوف اتجاه من القوة التي تأثر عليها وانا اتحرك من احاول اشد من احاول الشد وحاول الشد هم يعملون لا انا مش عايزة تشد نا سيقاوم في اتجاه المعاكس مقدار المقاومة كام K2 في total الشد انا بشد مقدار X2 بس الوراية لملة ووراية مقدار X1 يبقى total الشد كام X2 ونقص X1 شنين جزاء وقت والتي تحت شرح نفس الكلام اهو اتجاه بسرعة في الاتجاه الناحية انا احاول اضغط Spring و DASH PUT بحاول اضغطه من مقدار X2 بس الناس بيفك بمقدار X1 لما اضغطه سيرد عليها ايه اقول لا انا انا احاول اضغطني 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 انا اضغطه اهو اقول لا اضغطني ارد اضغط اضغط ايقاوم X3 . فدائما اعتبر الDASH PUT مثل Spring لكي تسهل على نفسك لكن كفاهم ادينا من قليل من قليل اضغط 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 X2 اضغط اضغط والأرض لا يوجد احتكاك كان ممكن اضغط احتكاك لكي يضيئك ولكنه سهل للدنيا عليك ستقول ما الذي مع التجاه الحركة اكتب الاربعة صفر نقص العكس التجاه اللي بتحركوا كتلته فعجلته اهو شوف الدنيا حلوة كيف المسألة هذه جميلة يعني جمعها شاملة لما كل حال اللي هناك ده بقى اسهل واحد فيهم الدنيا سهلة خالص فيه شيل خالص وضع الكتلة الثالثة يتحرك كيف قالك يتحرك في الاتجاه ده المقدار X3 في قوة هنا المقدار F A ولما هتحرك في الاتجاه اليمين هتشد الاسبرينج هو يقول لا هتشد مقاومة في اتجاه المعاكس وضع مقدار مقاومته كام K ثلاثة فكر مربوطة في جسمين يتحرك وآ يعني مقدار المقاومة ستبقى فيها Relative انا اشده بمقدار X3 ولكن الوراية يلملم عليها بمقدار X2 يبقى total الشد كام X3 X2 وهذا الذي يحفظونا يقول خذ ما معاك لا أصلي ما معاك فإن فكرة ستحفظوه كل مرة نفكر بنفس الطريقة وهنا نفس الكلام B1 B3 B1 B3 X3 X2 . ثلاثة قوة لا يوجد احتكاك على الأرض مثل الفل الذي مع الحركة هو F نصل العكس الحركة وهما الاثنين دول يسوي كتلة في العجل M3 X3 double . اكتب معادلة وتجد نفسك واتأكد أن الإجابات ستجدها في الوصف أو في الوصف وقف وشوفها إن شاء الله ستبقى صح لكنه يقضي خباق عامل مشتركة وقصة لا يوجد ضعبية اكتب معادلة وتأكد أن هي نفس المكتوب هنا حسنا هنا على المسألة الخمسة مسألة بسيطة هذه الأخيرة يقول لك عندك السيستم التحت في Input هو عبارة Displacement على الكتلة اسمها M2 في اتجاه على الطرف الشمال منها يعني مثل ما أنت موضخ في الرسم التحت الـ Input يقول لك ان اسمها Input اعتبرها Input إن أنا بدخل إزاحة للسيستم هو هذا الذي سنعلم لك قدام أن بعد توصف هذه المعادلات تعتبر أن هناك Input بالنسبة التي تعرف ها وتقدر تقصها ومعادلات موضخ هذا control يا معلم حسن Input هنا عبارة X2 الإزاحة التي أريدها للسيستم مطلوب اكتب لي معادلة M1 مطلوب سليمة هكتبها المطلوب الأولاني المطلوب الثاني يلطف معك يقول لك إذا فرضنا أن هناك قوة F2 تأثر في اتجاه اليمين على الكتلة M2 تأثر في الاتجاه اليمين على M2 في اتجاه اليمين تحرك M2 في اتجاه قيمة F تأثير الإكسبرشن يعني تأثير شكلها كمعادلة F2 تأثير كم بحيث أنها تعمل الإزاحة الاسم X2 يعني يقول لك بالفرد يضع F و يقول كم لا يوجد أي أكشن لا يوجد كم ورقم يوجد كم بدلالة المتغيرات البيئة X2 M والإزاحة للأرض وهكذا يعني نحل المطلوب الأولاني M1 يتحرك في الاتجاه ونعمل الاتجاه في فوقه القوة التي تأثر علي أول شيء سأشد Spring و DASH BOT مربوطين في حيطة يبقى مباشرة لا يوجد مباشرة X1 و X1 و X1 هم الذين ستستخدمون أظنك فهم و سأشد Spring و لا تشد و سأشد DASH BOT و سيقاوم الحركة بالفليود اللي جوا هذا مقاومة مقدارها K1 في الحتة التي شدته بها X1 وهذا نفس الكلام B1 لكن في السرعة التي شدته بها كما قلنا لأنه Fluid فالفليود يتناسب مع السرعة في Viscous Friction مقاومة الاحتكاج يتناسب مع السرعة حسنا و X1 ضغطت Spring في النص بمقدار X1 لكن يتفك من هناك بمقدار X2 يبقى X2 في Total الذي اضغطت بمقدار X1 لكن الذي هناك فكه بمقدار X2 فقط هل هناك قوة ثانية لا هم ثلاث قوة ستقول ما الذي مع الحركة محد ما أصل لأكثر الحركة كل DP1 X1 كل هذا يفعل محصلة التي تحرك الجسم التي تحرك كتلته في عجلته M1 في العجلة التي تحرك X1 X1 أرى المعادلة واتأكد أنزل صح إن شاء الله لا أريد أن تضغبط 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 كده عليهم وقدموا كلهم في طرف واحد وقدموا K2 في X2 وقدموا A في طرف خلينا نعمل هاله لكي نريح ونودي كلهم من ناحية الثانية يبقى زائد K1 X1 أنا بنقل من هنا وزائد B1 في X1 ضد وإن خليه في مكانه حلو فك القوس يبقى بالمنظر والثالب يخش داخل يقلبها لك يبقى هنا K معها حلو ثالب يبقى من ناحية الثانية لكي نروح بالموقع يبقى K2 في X1 يساوي K2 في X2 وهذه التي خلتها في طرف وهو خلتها في طرف والباقي هو الذي نعمل ه أخذ X1 common factor بين الاثنين فتفضله K1 زائد K2 يلعب لا لا مبرر مهم أن أعطيك فهمت أن الإجابة صح سأخذ نفس الرسمة ننزل تحت نعمل المطلوب الثاني طلب بسيط جدا يقول لك فترد أن عندك F يتأثر هنا في اتجاه اليمين هاتلي قيمة فتتسوي كم بدلالة المتغيرات البقية بحيث أن F هي التي عملت X2 أصلاً ليس معقول أن هذا حصلت لوحدها حصلت بسعب حاجة وليس معقول أن فكر معي مين حرك أكيد في حاجة خارجة ونأخذ قدام أن هذا هو الذي سنشتغل عليه فهو الذي تسبب حركة في السيستم كله أصلاً ستجد أن هذا حيطة وهذا سبرينج ليس يعني يتحرك من تلقاء نفسه وهذه الكتلة مين حركت X1 ونفس الكلام مين حركت X2 فهي حد يجب أن يكون خارجي من الموضوع من خلف هذه قيمة F فقدرس لديها فقط هذه M2 ويأثر عليها F والأرضية ستعقني في اتجاه المقابل ستعقني المقدار B2 ونرى الجسمين اللي بينهم الاحتكاك كتلة متحركة كتلة متحركة وأرضية ثابتة يبقى أخذ السرعة لها X2 فقط لكي لا تتلقبط رأى الجسمين رأى الجسمين رأى الجسمين لكي تعرف هل تأتي بمقابل أو ليس بمقابل هذا الجسم أشده مقدار X2 ولكن عندما أشد الجسم سيقومني سيقومني عكس الحركة أنا أشده هو يقول لي لا تشدني مقدار القوة التي سيقومني بها كيف سيقومني فيه مقدار اللي أنا حاولت أشده به شدته بمقدار كام X2 ولكن الوراية لملم عليها بمقدار X1 بX2 ونقص X1 فقط هل تعرف تضع دول في معادلة؟ سهلا ثلاث قوة هل تقول لي المقصة ضدك المقصة ضدك المقصة ضدك المقصة ضدك يساوي كتلة مقصة ضدك في عجلتك مقصة ضدك فقام مقصة ضدك مقصة ضدك مقصة ضدك فهمت الفكرة ايه؟ انزل هذه الف في طرف هتساوي البقين كلهم زي ما انت شايف هو طبعا فك القوس فاطلع له الترم السالب دي انت لو فكت القوس هيطلع الترم السالب اللي هو موجود شو ما سوف تفكر شنال جابه غلط فكده خلصنا ده الدرس خمس مسائل كويسين ان شاء الله يجدك واحدة منهم بس هيقى فيها مطاليب تانية بجانب المعادلات هي نشتغل على المعادلات دي الدرس الجاي فانح هنصغها بطريقة مختلفة كده الدرس الاولاني بالنسبة لي خلص Translational Mechanical Systems خلصت نقص بقى ان اخد Standard Forms الترم اللي بنكتب بها المعادلات دي نقعد نلعب فيها شوية بقى عشان نخليك تفاهم ازاي هنحتاج المعادلات دي قدام لوصف ال System بجد احبش مجرد هنكتب معادلة كده بالشكل ده وخلاص لازم ان نكتبها بشكل مؤهل لن يخش الكمبيوتر او مؤهل لن يعمل عمية Control فهنعلم او جاءنا ازاي تكتب المتغيرات المهمة بالنسبة لك في طرف وتكون معادلات تغير هنعلمك ال State Variables وتكتب ازاي كمعادلات ازاي توصف العلاقة بين ال Input والAW بفصولة معادلة انا عرفها كل ده في الدرس الجاي واللوران فخليك معي يالله سلام عليك